عقد وزير البترول والثارة المعدنية طارق الملة مع سادر كرامر زنائب رئيس التنفيذي للغاز الطبيعي المسال بشركة شل مباحثات حول أنشطة الشركة في مصر وخلال اللقاء تم استعراض موقف أعمال ومشروعات الشركة وخطتها المستقبلية في مجال البحث والاستكشاف وتطلعها للحصول على مناطق امتياز جديدة في إطار سعيها لزيادة الإنتاج كما عقد الملة اللقاء مع زوبين بامجي مدير مبادرة الحد من انبعاثات غازات الشعلة والطاقة والصناعات الاستخراجية بالبنك الدولي وتطرقت هذه النقاشات إلى دعم البنك الدولي لإنشاء علية للتمويل الأخضر المستدام لدعم وتنفيذ مشروعات خفض الكربون في قطاع البترول والغاز بطريقة مستدامة